بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية صف الأول إعدادي أهلا ومرحبا لكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية النهاردة هناخد درس جديد وهو نص عبارة عن نص قصيدة القصيدة بعنوان بني مصر لعباس محمود العقار قصيدة بني مصر في نهاية درس أو النص المفروض نكون قد وصلنا أو استفادنا هذه العناصر اللي موجودة قدامنا إن احنا نتعرف على الفكر الرئيسة والفرعية في النص إن احنا نحدد الهدف العام من النص المقروق إن احنا نحدد معاني المفردات الموجودة بالنص نستخرج البيت أو الجملة الأكثر تعبيرا عن فكرة النص كمان نحدد التعبيرات المجازية كمان نستخدم اللغة العربية البسيطة في التحدث قبل ما نبدأ في قصيدة بني مصر سمعت يون علي علي أهرامات الجيزة رمز الحضارة المصرية القديمة الشاهدة على عظمة نصر عبر العصير حكاية الحضارة المصرية بمعبدها وتمثيلها اللي وقفت أمام كل التحديات وخرجت منتصرة دائما الإسكندر الأكبر حاول أن يسيخر على العالم لكن حبه واحترامه للمصريين جعلوه يتوض من كنه ثم القرون الوسطى عندنا تصدت مصر للمغول والصليبين ودافعت عن أرضها بقوة والناصر صلاح الدين الذي يدافع عن الفتس ونتنقل للعصر الحديث مع احتفالات شعبية بانتصارات أكتوبر 73 التي تمثل تحول استراتيجي في الصراع العربي الإسرائيلي واستعادة سيناء الغالية عبر السنين مصر خاضت حروبا كثيرة لمواجهة العدوان كلها تهدف لدعم السيادة الوطنية والسلام انتصارات حرب أكتوبر في مصر لم تكن قوة عسكرية فقط لكنها أظهرت العزيمة والإصرار المصرية في انتطاب على الأرض والكرامة فهؤلاء جنود مصر الأبطال في سسيناء الحديبة يقتحمون فقط برنيف الحصين ويعيدون الأرض إلى أصحابها إن كل مصري هو حائط صد ضد أي عدوان ويبني وطنه بالعمل الجد في فترات السلام مستعدين للجفاع عن مصر حمايتها في نفس الوقت نعمل على تطوره وازدهاره مصر العدالة والسلام مصر الحضارة والعظمة هي الأمان التي فوقت عنقنا للأجيال القادمة ونفر بإنجازاتها ونبني على انتصاراتها عقاد هذه القصيدة تعبيرا عن عميق حبه لمصر ويقينه بأن أبناءها هم من يحافظون عليه يبهن كاتب عباس محمود العقاد كتب هذه القصيدة ليعبر عن عميق حبه لمصر ويقين بأن هؤلاء الأبناء هم اللحظين يستطيعون الحفاظ على مصر يعملون من أجلها في السلم والحرب فيعملون على تقدمها لذلك يخاطبهم ويدعوهم إلى العمل والجد والاجتهاد لرفعة الوطن والحفاظ على كرامته واستقلاله الجو العام للنصبه إنه هو الشاعر هنا يخاطب أبناء مصر ويدعوهم لحماية بلادهم مصر فهي ملك لهم والأجيال القادمة يبقى هو بداء من مصر دي ملك لنا والأجيال والأبناء من بعدنا فلابد أن نظل محافظين عليها حرة عظيمة عزيزة صاحبة حضارة قوية حتى يستمتع بها الأجيال القادمة ويقف مصر بجمالها وصرائها وأرضها ونيلها وشعبها وبحارها وشمسها ويحذر من التهاون في الدفاع عنها ويؤكد أن من يمسها بسوء فسيكون مصيره الهزيمة والانكسار الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فالأمان ده وعد من الله سبحانه وتعالى لمن يكون في مصر نيجي بقى نتعرف على الكاتب الأستاذ عباس محمود العقاد الذي كتب هذه القصيرة نسمع منه بقى هو مين هو الكاتب عباس محمود العقاد هو أحد أعمدة الأدب والفضل في القرن العشرين في مصر ولد عالي 1889 في أسوان وبدأ مسيرته المهنية تصحفي ليصبح واحدا من أبرز الكتاب والمفكرين المصريين كان يمتلك تفكيرا فلسفيا عميقا ونظرة ثاقبة للعالم مما جعله يكفب انتباه الكثيرين إلى كتاباته وأبتاله قام العقاد بطرق مواضيع متنوعة في كتاباته من خلال سلسلة العقريات التي درس فيها سير شخصيات إسلامية عظيمة مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشد تناول في كتاب الله موضوع الألوهية من منظور تاريخي بينما قدم في الفلسفة القرآنية رؤيته الفريدة للفلسفة في القرآن الكامل اللغة الشاعرة من أبرز إسهاناته التي تبرز جماليات اللغة العربية وقدرتها البديعة على التعبير الفني بينما تعد رواية سرق من أبرز الأعمال الأدبية في الأدب العربي الحديث في الكتاب أنا يصور العقاد تجربته الذاتية ويبتح نافذة على جوانب حياته الشخصية والفكرية تعتبر أعمال العقاد مصدر إلهام للكثيرين ولا يزال تأثيره حاضرا في الأدب والثقافة العربية بفضل مواقفه الفكريات والسياسية تمكن من ترك بصمة لا تمحى وأثر بشكل عميق في مسار الأدب العربي كمان يبقى عباس محمود العقاد هو أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري عضو سابق في المجلس النواب المصري وعضو في مجمع اللغة العربية ويعد أحد أهم كتاب القرن العشرين في مصر وقد أسهم بشكل كبير في الحياة الأدبية والسياسية العقاد لم يتم تعليمه ولكنه ثقف نفسه بنفسه وكان يشتري كتابا كل إسبوع من مصروفه وكان من الشخصيات العظيمة التي لها فلسفة متفردة في كتاباته من أهم أعماله سلسلة العبقريات اللي بتتناول سلسلة شخصيات إسلامية بارزة زي النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد العبقريات بتتحدث أو بتتناول نقطة مضيئة في حياة هذه الشخصيات ويتحدث عنها العبقرية اللي هو كان عايش فيها كتاب الله ده كتاب الأستاذ العقاد وهذا الكتاب يتناول فكرة الألوهية والوحدانية منذ بداية البشرية وكيف تطورت حتى ظهور الإسلام أما كتاب الفلسفة القرآنية فيعرض فيه عباس محمود العقاد رؤيته للفلسفة الموجودة في القرآن الكريم كتاب اللغة الشعيرة ده بيتحدث عن جماليات اللغة وقدرتها على التعبير الفني والشعري إزاي اللغة العربية بما فيها من مفردات استطاعت أن تعبر تعبيرا معظيما وقويا عما يجيش من عواطف داخل الشعر رواية صارة وهي تعتبر رواية الوحيدة اللي كتبها عباس محمود العقاد وهي تعتبر من أهم الأعمال الأدبية البارزة في الأدب الحدي أما مجموعة مقالات أنا فدي مجموعة مقالات كتبت ونشرت في الجرائد كتبها العقاد عن نفسه وكان يعبد فيها معظم أو بعض من جوانبه الشخصية والفكرية دي أهم الأعمال كتبها العقاد التي أثرت تأثيرا كبيرا في الأدب والفكر العربي نيجي بقى لفكر وتوقع فكر وتوقع بيقولك إحنا عندنا صورة إيه اللي تبادر إلى ذهنك عندما رأيت هذه أولا الصورة فيها الأهرامات فيها الجيش فيها الطلبة فيها السيدة فيها العامل فيها الطالب فيها نهر النيل فيها المسجد فيها الكنيسة فيها الكباري وفيها القطارون ده بيجعل بتبادر إلى الزهن عظمة مصر وحضاراتها وكفاح شعبات السلمة والحرب من أجلها لتكون أعظم بلاد العالم بنقول إن فيه نهضة عظيمة بتحدث في مصر إن فيه مساواة ما بين المرأة والرجل إن فيه مساواة بين العامل والصانع كل الحاجات دي بتتبادر إلى ذهنك لما نشوف الوحدة الوطنية لما نشوف المسجد والكنيسة يتبادر إلى ذهن الوحدة الوطنية يتبادر إلى ذهن التطور الحضاري العظيم الذي يحدث في مصر هذه الأيام في نفس الفكرة في نفس الصورة صف إحساسك عند رؤيتها نحس بالفخر بوطننا وبالمسؤولية تجاهه حتى يظل مرفوع الهامة محتفظا بكرامته واستقلاله حماية مصر مسؤولية أبنائها دي الأبيات الأولى والفكرة الأولى للنصف بني مصر سونو لها حقها كبار النفوس كبار الشيام لكم مصر لا لدعي دعا ولا لزوي سطوة أو غشم لكم مصر حيث يقر السرى وحيث يرف عليها العلم الشعر هنا أولاد استخدم صورة الحسية بشكل واضح جدا بني مصر سونو لها حقها كبار النفوس كبار الشيام لكم مصر لا لدعي دعا ولا لذوي سطوة أو غشم لكم مصر حيث يقر السرى يعني يسكن السرى وبدأ صورة بصرية أنا بشوفها وحيث يرف عليها العلم صورة بصرية أنا بشوف الحاجات دي بالمسهب بعناية ببصري داخل وفي وجود نفر طيب سونو معناها احفظو والمضاد ضيعو الأخلاق اللي هي الشيام معناها الأخلاق والمفرد أشهيمة دعاية هو ما ينسب لنفسه ما ليس حقه والجمع أدعياء زو زوي مفرد المفرد زو وبمعنى أصحاب سطوة شدة وقصوة والمضاد لين ورقة أو غشم ظلم والمضاد عادل يقر يعني يستقر ويثبت والعكس يتزعزع السرى الترابي الندي المبلل بالندى والجمع الأسراء يهتز وتحرك والمضاد يثبت ويسكن يرف يعني يهتز وتحرك هنا يخاطب الشاعر أبناء مصر ويحصهم على حفظ حقوقها وهنا بني مصر دا نداء أسلوب نداء لكن حزف الأداء لقرب أبناء مصر من قلبه وحبه لهم أدائها على أكمل وجه بنفوث عزيزة وأخلاق عالية يؤكد أن مصر لهم وحدهم وليست لمن يدعي نسبا كاذبا أو لمن يستخدم القوة والظلم للاعتداء على فيادة أرض مصر ويؤكد أيضا أن مصر لهم بكل أراضيها وحدودها التي يرتفع عليها علمها ويرفع دي الجزء الأول من القصيدة الفكرة الثانية جمال مصر وطبيعتها وحيث جرى النيل من أرضها تعالوا نشوف هنا الصورة البصرية جريان النيل وحيث نمى شعبها والزحم ده برضو صورة بصرية وحيث تلاحق موجه البحاري على جانبي شطها والتطم وحيث تلقل أضوء الشموس وأصفر عن صحوها وابتسم كل دي صور بصرية وموج البحار وتلاحقي والتطامي دي صورة سمعية أنا بسمع صوت التطام الموج ببعضه دي صورة سمعية تتابع تلاحق يعني تتابع التطم ضرب بعضه وبعضا تلقلأ لمع والمضاد انطفق شموس ندم مشاع والمفرد شمس أصفر يعني زهر وانكشف والمضاد أخفى صحوها صفاؤها ووضوصها والمضاد غيمها نيجي للشرح يعدد الشاعر مظاهر جمال مصر وطبيعة طيح إحنا لو تخيلنا كده يا أولاد هذه الأبيات نستطيع أن نرسم صورة جميلة ومشرقة لمصر على وقل ورق ده موضوع رسمي يبقى رائع الجنيل بيجري والشعب ينمو ويتلاحق والأموال في البحار على جانب الشاطئ كما أن الشمس تتلقلأ وتصحو وتكون صحوة وواضحة وصاصية والكل مبتسم وسعيد يعدد الشاعر مظاهر جمال مصر وطبيعتها فيذكر نهر النيل الذي يجري على أرضها وشعبها الذي نمى والظهر فيها يذكر أيضا الشواطئ التي تتتابع عليها أمواج البحار ويتداخل بعضها ببعض كما يذكر ضوء الشمس الذي يتلقلأ فيبعث الحياة والأمل على أرض مصر نجي بقى الفكرة الثالثة الدفاع عن مصر بكل قوة فلا تتركوا ذرة من صرى شايفين الثرة من الطراب دي ما تسيبهاش ليه بقى؟ لباغ ولا قطرة من خضم ولا نقطة من بحر دي يعني ملكوكو منتم وإحنا دايما نقول أن أول التنازلات تنازل بسيط ما أنت لما تتنازل عن ظرة من الصرى أو نقطة من هذا البحر سيطمع الطامعون في ظرات وقطرات ولا لمحة من شعاع صرى شعاع الشمس اللي بيسري على هذه الأرض العظيمة ولا نفحة من نسيم نسم ولا نفحة من هواء ينسم على هذه الأرض الصهرة وهذه الكنانة من رامها بسوء وها ظهره وانقسم ده دليل على أن مصر عظيمة حفظها الله يحفظها الله من عليائه لأنها محفوظة بإذن الله دائما ظرة يعني أصغر جزء في الشاي لباغ يعني ظالم والجمع بغا خضم بحر واسع سرى انتشر النسحة المراد جزء صغير نسم يعني هبة الكنانة وعاقوا السهام المراد مصري يعني ايه وعاقوا السهام يا أولاد اللي هو الجراب اللي كانهم السورسان بيحطوا فيه سهام زمان مش انتم بتشوفوه يحط على ظهره كده جراب من الجلد وفيه أسهم الأسهم دي بقى يطلعها عشان يقتل بيها الأعداء فهي مصر هي الجراب الذي يحفظ السهام دليل على مكانة مصر العظيمة من رامها يعني أرادها وقصدها بسوء وها ظهره وانقسم يعني ضعف ظهره وانقسم يحس الشاعر الأبناء مصر بكل قوة ألا يفرطوا في شبر من أرضها فمن فرط في قطرة من ماء أو زرة من تراب فرط في بقيتها ولا لمحة من أشعة شمتها أو نسمة من هوائها ويؤكد أن أي معتد يحاول النيل من مصر سيلقى مصيره المحتوم وهو الانكسار والهزيمة كما وعد الله سبحانه وتعالى نيجي بقى لإقرأ واكتشف أجب عما يلي بماذا تشعر عند قراءة هذه الأبيات بالفخر والعزة والكرامة تجاه إيه؟ مصر التعبيرات الكلمات التي خلقت صورا حسية ما ترع ما تسمع ما تلمس إحنا عندنا تلاحق موج البحر والتطم ده رؤية سلقل أضوء الشمس صورة بصرية نفحة من نسيم النسم صورة بصرية وعندك كمان تلاحق موج البحر والتطم ده صورة سماعية أنا بسمع صوت المور طيب هنا لمن يوجه الشاعر خطابه السؤال الأول يوجه الشاعر خطابه إلى أبناء مصر السؤال الثاني بماذا يفتخر الشاعر في الأبيات يفتخر الشاعر بمكانة وحضارة وعزة وكرامة وطنه وأمجاده السؤال الثالث استخدم الشاعر الكثير من الأساليب وذكر سلين منها عندنا بني مصر أسلوب نداء وعندنا صون أسلوب أمر نيجي للتعليق العام على النص وده اللي فيه الجماليات نتكلم عن الفن الأدب الأول وإحنا عارفين أن الأدب ينقسم إلى نصر وشعر والنصر هو ما يندرك تحته من روايات وقصص قصيرة ومقالات ورسائل وتعبير كتابي كل الحاجات دي اسمها نصر أما الشعر فهو كل ما كتبه وله وزن وقافية ده الشعر وهذا الشعر من فن الشعر الوطني نيجي للغرض الشعري من النص هو غرض النص حيث يحس الشعر أبناء مصر على الدفاع عن بلادهم ويحذرهم من التخازل عن حمايتهم عاطفة الشعر عاطفة الشعر يسيطر عليها حب الوطن ويظهر ذلك في حماسة الممزوجة بالإعجاب بجمال الطبيعة الموجود في مصر الفكرة الرئيسة الدعوة إلى حماية مصر والدفاع عن أرضها ومواردها التعليق العام عن النص الفكرة التفصيلية الأفكار الموجودة في النص عندنا الدعوة لصون مصر وحماية حقوقها مصر ملك لأبنائها وليست لمعتد أو غاصب تقدير مكانة مصر ورموزها كميل والعلم أهمية الدفاع عن مصر ومواردها المصير المحتوم لمن يحاول الاعتداء على مصر طيب ليه يا ولاد أنا بقول إن العلم رمز من رموز مصر لأن أي معتادي لما بييجي وبييجي يشيل العلم من مكانه ويرفع علمه فهو بيعتبر كده خد اي احتل هذا المكان فالعلم المرافر في المرفوع دائما يرمز على عظمة وحرية واستقلال مصر الصور الحسية وده اللي احنا بنتكلم عنه إن الشعر استخدم صور حسية من خلال بعض الكلمات والتعبيرات التي تحرك حواس القارئ من هنا جاي كلمة حسية كالبصر والسمع واللمس والتزوق مثل يارف العلم جرى النيل تلقل أضوء الشمس نفحة من نسيم وهذه الصور تقوي من شعورنا بالجو العام للنص وفهمنا لفكرتها نيجي السمات الأسلوبية للشعر بيعتمد على الصور الحسية وده شفناها التنوع بين الأسليب احنا تكلمنا عن أسلوب نداء وكلمنا عن أسلوب أمر قلة التعبيرات المجازية هي معظم تعبيرات موجودة طبيعية موجودة في حياتنا تكرار بعض الألفاظ لتأكيد المعنى مثل لكم وحيثوا كمان ملامح شخصية الشاعر التي تظهر في القصيدة أنه محب لوطنه مقدر لدور أبناء الوطن في تقدمه والظهاره محب للطبيعة وجمال مفل عزيز النفس رافض للظلم كمان مرهف الحس والإيه والمشاعر هنجاوب بقى على بعض الأسئلة كيف يمكن لأبناء مصر تطبيق نصيحة الشاعر يمكنهم من خلال الحفاظ على كنوز وصروات الوطن الوقوف بكل قوة ضد الفاسدين والإيه والمعتدين طيب بماذا كان يشعر الشاعر عند كتابة هذا النص أذكر ثلاثة أدلة وإحنا قلنا العاطفة المسيطرة على الشاعر اللي هي حب الوطن والانتماء لمصر نادى أبناء مصر الحفاظ عليها نصح أبناء مصر بعدم التخلي عنها وتعديد المظاهر الخير والجمال في مصر علامة يدل استخدام الشاعر لكلمة الكنانة في وصف مصر يقول يدل على أنها محفوظة كما تحفظ السهام داخل الكنانة أو الوعي العلاقة بين الأديات التي تصف جمال مصر والأديات التي تحصت الدفاع عنها بنقول تعزز حب مصر والفخر بها وهذا يحفظ أبناء مصر إلى حمايتها والدفاع عنها والإبقاء على هذا الجمال كما هو لنا وللأجيال الايه القادمة ماذا تقترح لغرس الانتماء للوطن وحب التضحية من أجل يفي نفوس الصغار؟ نعمل إيه؟ تعرفهم تاريخ وطنهم العريق؟ سواء من الحضارة الفرعونية أو الإسلامية أو الخطية أو اليونانية إحنا عندنا تنوع في الحضارات لم يسبق في مكان آخر تعرفهم بعفضل وطنهم عليهم؟ حس الأباء والأمهات على الحديث معهم عن قيمة الوطن الحديث أمامهم عن الشخصيات التي رفعت اسم الوطن عاليا كل العلماء والأدباء والأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل وطنهم مصر نجي للتحليل البلاغي للنصر التعبيرات المجازية بني مصر تشبيه لمصر بالأم والمصريين بأبناء لها نمى شعبها تشبيه للشعب بالنباتات التي تنمو أصفر عن صحوها وابتسم تشبيه للضوء بإنسان يظهر الصفاء ويبتسم وقلنا أنه مقل من استخدام التعبيرات المجازية نجي الدلالات واضح ما يتدل عليه هذه العبارات كبار النفوس كبار الشيام تعبير يدل على عزة الشعب المصري وسمو أخلاقه ولا لزوي سطوة أو غشم استخدام الجامع ذوي يدل على كثرة المعتدين الذين حاولوا تتعدي على مصر حيث جرى النيل من أرضها إشارة لمكانة النيل ودوره في استقرار مصر ومنزلته عند المصريين تلقل أضوء الشموس وأصفر عن صحوها تعبير يدل على طبيعة مصر الصاحرة وجوها المعتدل ألا تترك زر ولا قطرة ولا لمحة ولا نفحة ده تأكيد على أهمية الدفاع عن مصر وعدم التنازل عن أقل القليل من أرضها أو خيرها لأنه زي ما قلت لكم قبل كده التنازل يبدأ بالصغير ثم ينتهي للكم الكنانة وصف مشهور لمصر يشبهها بجعبة السهام زي ما قلت لكم الجراب الجلد اللي بتحط فيه السهام للدلالة على قوتها ووحدتها في مواجهة الأعداء لا لا تدل على الوضوح والظهور الزهور والوضوح الثالث صحوها تدل على الصفاء والوضوح نجي للأساليب بني مثل أسلوب نداء إنشاء نوع نداء ثون أسلوب إنشاء نوعه أمر لا تترك أسلوب إنشاء نوع نهي والغرض العام للأساليب الإنشائية وجذب انتباه الثانع وإثارة ذهن وتشويقه مع تعزيز الشعور والانطباع الذي أراد الشعر إيصاله تنويع الأساليب بيخلي الواحد دايما منجذب لما يقرأ غير لما اكتب أسلوب خبري دائم كده فالواحد بيحس بالملل عند القراءة لكن تنويع الأساليب يجعل هناك جذب الانتباه الثانع وإثارة لإيه؟ لزهنه العلاقات بين الكلمات يقر ويرفرس بينهما تضاد يوضح المعنى ويبرز ويعمق أثره في النفس نثيم ونثم بينهما إقاع موسيقي يترب له الأذن العلاقات بين الجمل وهى ظهره وانقسم علاقته بما قبلها نتيجة نجي للبلاغيات بقى والصورة الحصية وعلاقتها بالأحاسي الصور الحصية احنا تكلمنا عنها من خلال الأبيات وقلنا إن الشعر يستخدم صور حصية كثيرة جعلت الإنسان يحس أنه ينظر إلى ما يقرأ أو يسمع ما يقرأ وبالتالي فهي صور تستهدف التفاصيل الحصية والكلمات والعبارات التي تحفز حواس القارئ البصر اللمس التزوق الشم السمع وما يشعر به أثناء قراءته للنص وده بيساعده على تخيل أو إنشاء صورة ذهنية لكلمات الشاعر ويعزز الأحاسي زي لقد تجولت في حديقة عطرة أدى حديقة عطرة أدى شم أعجبت بالظهور الملونة أدى بصر واستمعت إلى ذقزقة العصافير أدى سمع فكل الحاجات دي بتؤكد أو تستهدف التفاصيل اللي بتخلي الإنسان يعمل صورة ذهنية للكلمات تعزز إحساسه بها أنواع الصور الحسية بصرية اللي هو ما يرى بالعين كالألوان سمعية ما يسمع بالأذن كالأصوات شمية ما يشم بالأنفي كالروائح تزوقية ما يستطعم باللسان كالطعام ولمسية زي ما يحس بالجلد كالحرير العطفة العطفة بقى هو الشعور الناتج عن الصورة الحسية يعني أنا بتكلم عن جمال الألوان الزهور ده بيدعو للتفاعل وبيوصل لي الشعور بالتفاعل والأمل ده اللي بيوصل للمعنى المطلوب بيوصل للقارئ يبقى ده النتيجة من الصورة الحسية وده بنسميه العطفة يبقى الصورة الحسية النتيجة اللي بتنتج عنها هي العطفة نيجي بقى اقرأ الجمل التالية وحدد الصور الحسية ثم اذكر ما شعرت به عند قراءة كل جمل كانت الرياح تعصف والأشجار تهتز بعنف دي صورة بصرية والشعور بالخور رائحة الزهور الفواحة بلأت المكان شم والانتعيش كان الجو مشحونا بالتوتر والقلق بقاعة الامتحان بصرية القلق والتوتر سمعنا زقزقة العصافير في الصباح ده ايه سمعية برافو عليكم ده تحس بالتفاعل كانت السماء ملبدة بالغيوم والبرق يلمع وبين الحين والآخر بصرية تدل على البرودة صعم الشوكولاتة الحلو انتشر في فمي تذوق والطعم الحلو كان الجميع يشعرون بالحزن والأسى دي سمعية والمشاعر تبيه الحزن والأسى لمسو الحجارة الباردة ده لمس والإحساس أو الشعور البرودة نجيب عن بعض الأسئلة هل نجح العقات في استخدام الصور الحسية لنقل مشاعر بيه القارئ؟ أكيد طبعا لأنه في وصف المصر استخدم صورة حسية كثيرة زي قر الصرع يرف العلم وضوء الشموع هل ترى أن القصيدة تعزز الهوية والانتماء للوطن؟ حلل مع دليل من النص نعم هي تعزز مفهوم الهوية والانتماء والوطن حيث وضع الشعر أبناء أمث لحماية أرضها ضد الدخلاء ويذكرهم بما فيها من خير وإيه وجماله من خلال معرفتك بالشعر وقراءتك الأبيات فيما تتمثل الهوية من وجهة نظر العقات الهوية الوطنية أو الإحساس بالانتماء للوطن الحفاظ عليه عدم التفريط في شبر من أراضيه ولا قطرة من ماء هو ده اللي بيمثل الهوية المصرية العظيمة في داخل أبناء ما الفكرة التي عززت به القصيدة مفهوم الهوية لديك؟ هتعزز مفهوم الهوية من خلال توضيح أن الوطن ملك لأبنائه يجب عليهم الدفاع عنه وقت الحر وحفظ حقه وعدم التفريط في شبر منه كمان العمل على تقدمه واستظهاره وقت الايه؟ السنة نيجي للتدريبات يطلب الشاعر من أبناء مصر للإستسلام وعدمه وعدم الدفاع عن وطنهم صح ولا غلط؟ لا أيوان وحطة استخدم الشاعر الكنانة رمزاً لقوة وصلابة مصر؟ الإجابة صحيحة يعد نهر النيل مصدراً للحياة والنماء في مصر؟ الإجابة صحيح بني مصر أسلوب أمر؟ لا طبعاً الإجابة خطأ بين كلمتين صمت وضجة ترادف يوضح المعنى صمت وضجة ترادف؟ لا هو تضاد الإجابة خطأ نجح الشاعر في تعزيز ارتباط أمناء مصر ووطنين بالأوصاف الطبيعية أو الجمال الطبيعة والأوصاف الحسية اللي كانت موجودة تمام قصيدة بني مصر نيجي لتخير الإجابة كبار النصوصي كبار الشام يعني عظمت وسمو الأخلاق الشعب المصري عدم قدرة الشعب المصري على السمود عناد المصريين وجمودهم لا هي عظمت وسمو أخلاق الشعب المصري التعبير بموج البحار في الأبيات يدل على قوة البحار يشير الشاعر في البيت الأول إلى أن مصر وطن لكل المصريين ملك الأخوياء مهد للحضارات وطن لكل المصريين يشير الشاعر في البيت الخامس إلى قوة مصر نيجي للتطبيقات على النص بقى نيجي للنص ده للأمام للأمام يا بني مصر الكرام من يروا من نيل المرام ينبغي ألا ينام مصر تدعوكم جبيعة فأجيبوها سريعة ولنكن شعبا مصيعا بحقوق الأمي قام شوفوا الجمال والنغمات والألفاظ البسيطة في النص يخلي الواحد يحفظه بسرعة طيب الإجابات بقى بيقولك معنى كلمة المرام نيل المرام معناها المرغوب ولا البعيد ولا المستحيل سمم المرغوب كان مضد كلمة مطيعا رافضا ولا عاصيا ولا متخازلا هي عاصيا جمع الأم الإماء ولا الآئمة ولا الأمهات تمام الأمهات يطلب الشاعر من أبناء مصر سرعة الإجابة للندائها ترك الشائعات قتال الأعداء تمام سرعة الإجابة للندائها الهدف من تشجيع الشاعر لأبناء مصر على التقدم للأمام الحفاظ على مصر النوم جمع المال لهو الحفاظ على مصر من ملامح شخصية الشاعر في الأبيات محب للعلم ومحب لمصر ومحب للصفر هي رأيكم تمام هو محب لمصر الغرض من كتابة الشاعر لعزيل أبيات دعوة لطلب الحق دعوة لقتال دعوة الاهتمام بمصر تمام هي دعوة للاهتمام بمصر لنكن شعبا مطيعا أسلوب أمر ولا نداء ولا تعجب أسلوب أمر تمام نجي للتطبيق الثاني في جزء من التعبيق الشعر المتحرر النصوص المتحررة وطن النجومي أنا هنا حدق أتذكر من أنا شوف وطن النجومي يعني هذا الوطن الذي يلمس السماء بعظمته وقوته والزهار حدق بص كده أتذكر من أنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا أنا من مياهك قطرة صادت جداول من سنة أنا من ترابك ضرة ما جت مواكب من منا يبقى هنا الشعر بيتحدث عن وطنه وبيقول له بصنا فين أنا كنت هنا في هذا المكان العظيم أنا الولد اللي كانت دنيته كله هنا أنا جزء من مياهك وجزء من أرضك وجزء من المواكب اللي كانت موجودة في حياة حدق يعني دقيق النظر أو إيه دا أو قرب يا دقيق النظر مواكب مفردها موكبة ولا مواكب ولا مكبة لمفردها موكبة التعبير الذي يوحي بالانتماء فاضت قطرة فاضت أتذكر من أنا أنا من ترابك تمام أنا من ترابك بما وصف الشعر وطنعه في البيت الأول لأنه مليء بالنجوم الزاهرة وضع في البيت الثالث صورة حسية وبين ما شعرت به خطرة فاضت جداولة من سنة صورة بصرية والشعورة بالإعجاب أتذكر من أنا دا أسلوب استفهام حدق أسلوب أمر مواكبة من مونع أسلوب مجازي حيث تشبه المواكب بالإيه بالأمنيات نيجي ليه كلمة أنا توحي بالفخر والاعتزاز بهذا الوطن كلمتين على نفس الوزن هنا وسنة أعرب كلمة قطرة خبر مرفوء على مطرفه الضم الفعل الماضي فاضت مبنية على الفتح لاتصاله بتاء التاني بكده أنا بخلصنا حصتنا النهاردة تكلمنا عن الصورة الحسية تكلمنا عن التعبيرات المجازية تكلمنا عن الترادف تكلمنا عن معاني المفردات البسيطة والسهلة إيه اللي استخدمها الكاتب تكلمنا عن الكاتب والأبيب والشاعر العظيم عباس محمود العقاد في هذه القصيدة وده الفرم بتاعنا اللي احنا بنسجل فيه وبنحل بعض الأسئلة سيبالكم طبعا السؤال إيه رأيكم في الحصة وتحبوا منضيف فيها إيه أتمنى أنتم تكون الحصة مفيدة بالنسبة لكم ومش مملة أتمنى أنتم تكونوا مستفدتم أكثر استفادة منها وده الفرم وده الكيو آر ده بقى الكيو آر بتاع المنصة اللي لما بتمسح الكيو آر ده تشوف الحصة وتشوف صفحة الفيسبوك وتشوف المنصة التعليمية بكده يبقى احنا خلصنا حصتنا النهاردة أتمنى لكم التوفيق والنجاح على أمل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته